نرحب بحضراتكم مرة تانية زي ما كنا بنتكلم من شوية أنا وشازلي مع حضراتكم في فكرة وجود يعني خلين زي ما بيطلق عليهم يوتيوبرز أو كونتنت كرييترز بيبصانعين محتوى على السوشيال ميديا دايما بنتكلم في أنه بنشوف محتوى غير هادف وبنشوف محتوى أحيانا بيكون سفيه لكن على الجانب الآخر الحقيقة بيكون فيه محتوى هادف جدا ومهم جدا وبيكون فيه محتوى قادر أن يوجه رسالة قادر أن يوجه معلومة عشان كده إحنا دايما بنحاول نشاور على هذه النماذج نهاردة معنا في الستوديو علي خالد اللي بيقدم محتوى تعليمي وتكنولوجي بيهم الناس كتير جدا نرحب طبعا بيكم نقوانا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا علي صباح الخير ببرك إيه كل زال علي واشاء الله شكلك صغير جدا بالزبت شازلي مخدود من الموضوع بس أنت متخرج من هندسة معمرية وقررت أن أنت تقدم محتوى تعليمي على ميديا جاتلك الفكرة ازاي وإيه اللي خليك أصلا أنت تفكر في الفكرة دي يعني لما خلصت هندسة الموضوع كله بدأ أن أنا أتاديت أتعلم شوية حاجات جنب هندسة تساعدني شوية فشغلي فلما تعلمت الحاجات دي كنت عايز برضو أحاول أسوق لنفسي حتى دي تنزل شغلي واحدة واحدة على السوشيال ميديا لقيت إن هي بتساعدني إن أنا أقدر أوصل للناس من ناحية البزنس في نفس الوقت لقيت إن أنا بجبر عليها وبتشهر كشخص فلقيت الموضوع حلو يعني وحاسة هي المستقبل دلوقتي في الزمن وفي ربح طبعا في ربح حواتي بكل تأكيد طبعا أكيد طبعا طبعا عزيم جدا إحنا عايز أعرف بس في البداية أنت موجود على أي منصات على السوشيال ميديا كلها ماشاء الله بس الأقوى الإنستجرام والتيك توك طيب بتقدم يعني ممكن حد اللي بات يتفرج علينا طبعا لو مش يعني مش متابعك قد أكيد قولي لين بس قولي لين بتقدم إيه إيه المحتوى اللي بتقدم ممكن حد اللي بات يتفرج علينا يقول مهندس إيه اللي ممكن المعلومة اللي أنا أتفرج عليها من مهندس خاصة إنه هندسة محتاجة حد يكون متخصص فيها أو فاهم على الأقل أنا بعمل يعني المحتوى بيبقى مركز أكتر على حتة الأديتنج سواء أديتنج صورة أو أديتنج فيديوهات منتاج الحاجات دي وبحاول دايما في المحتوى إنه هو يبقى فيه قيمة تعليمية وقيمة إلهامية إن أنا أشجع الناس وفي نفس الوقت أزود لهم معلومة هو ده هدى في عمك عظيم موجود على التيك توك متابعينك عامليني إزاي على التيك توك عددهم قد إيه على التيك توك تلاتة مليون ومئة ألف ما شاء الله ده عظيم جدا فكرة أنك تقدم محتوى تعليمي على تيك توك هل هو سهل؟ معرف أن تيك توك بتاع الأغاني وبتاع الناس اللي بتطلع تهزل هل ده كان سهل؟ أه كان سهل جدا وبالعكس يعني هو أكتر منصة ساعدتنا كناس بتقدم محتوى تعليمي كتاية لتيك توك لأنهما كانوا مهتمين قوي بالحتة دي بالذات يعني كان يمجي ممكن علشان طلع عليهم الصومة الوحشة دي فكانوا بيحاولوا بقوة أن هما يظهروا أن فيه لأ عندنا جانب تاني فهما بيعلوا الريت بتاع الحاجات المحتوى التعليمي أو كده في فترة ما في البداية كانوا بيزوقوا أو بيساعدوا الحاجات دي أنها تظهر أكتر طب علي شايف أنه يوتيوبر بلوجر يعني مع أسامي كتير بقى كلها سلاش هو صنع محتوى صنع محتوى صنع محتوى شايف أنه بجانب المحتوى أو القيمة العلمية اللي عنده لازم يكون عنده مثلاً أدوات أنه يعرف يتكلم مع الكاميرا مثلاً كاميرا الموبايل شايف أنه مفودي يكون عنده قبول مثلاً للمتابعين شايف أنه إيه الأدوات اللي لازم تكون عنده تاني مهم يفهم يعني بنسامي دايماً الوان مان كرو أنه هو بيقى شخص واحد بيعمل كل حاجة فمهم يفهم أساسيات أو حاجات بسيطة في الإضاءة في التصوير في طريقة الكلام شوية منتاج فهو بيبقى شخص واحد بيعمل كل حاجة مع بعضها طيب عظيم جداً أنت كمان عامل فيديوهات عن المؤثرات الصوتية والخداع الصوتي والبصري ده أنت تعلمتوا فين أصلاً شايف أنت أعملوا من النت كل ده من السوشيال ميديا يعني أنت أصلاً تعلمتوا من السوشيال ميديا وأنا بتنقله عن طريق السوشيال ميديا طيب أنت أول ما اتتدأت بقى يعني مين قالك لا علي أعمل فيديوز أو علي اطلع على تيك توك أو على أي منصة من نصات تواصل الاجتماعي أول ما طلعت أول فيديو كان عن إيه لو تفتكر تفاعل كان عامل إزاي اتعلمت إيه مرة في مرة أكيد بنتعلم حاجات والخبرة بتزيد يعني البداية كانت صور يمكن الزمن من كم سنة كده لما بدأت كانت الصور هالي منتشر أكتر تبتدأت من كم سنة تريد ابتدأت من حوالي ستة أو سبع سنين كانت ساعتها كنا لسه عالم الصور كانت من صور سبتة دلوقتي إحنا في عالم الفيديوهات بالذات الفيديوهات القصيرة كمان فأول واحد بيشوف النقلة بين السوشيال ميديا بتتحول إزاي إيه الحاجات اللي بتطلعلي ما أنا طول اليوم بقلب وبتفرج برضو إيه اللي بيطلع إيه اللي بيتزاق إيه اللي ماشي في الزمن اللي إحنا فيه فهنا كانت النقلة وبالنسبة لأول فيديو أعتقد كان على اليوتيوب وكانت فكرته بشرح للناس إزاي تشتغل وتعمل فلوس ببرنامج الفوتوشوب لأن دل أنا كنت عملته فده كان أول فيديو بشرح بقى الموضوع طيب كان تفاول الناس إيه بقى؟ كان وحش جداً طبعاً مش عد فرجة لأيه اللي بيشوف لكن لسه في البداية يعني طيب عليها لكل منصة من المنصات بتحتاج محتوى مختلف أو كابشن مختلف كل منصة آآ ليها الستايل بتاعها أو الحكتة دينا بقى التركاية دي اليوتيوب يمكن مثلاً بيعتمد أكتر على هايز واحد لبس بادل اليوتيوب ده الفيديو الطويل الهادي وبيبقى فيه تيم وكذا كاميرا وكذا حاجة ومعرفش إيه وكده الانستاجرام بيعتمد أكتر على يعني بيبقى الناس بتوري حياتها وهما خارجين وهما بيأكلوا وهما بيعملوا التيك توك معتمد شوية على الترندات أو على الساوند يعني هو أول منصة تبدأ بفكرة إن فيه صوت مشهور كلنا بنستخدمه مع بعض فهو عامل زي كوميونيتي فيه هاشتاج مجمع الناس كلها وخناية مجمع الناس كلها وكل واحد بيعملها بطريقته أو بالطريقة اللي هو شايف إن هي مناسبة لمحتوى طيب دلوقتي أنا عايزة أستاذ جزلي عايز يبدأ أيام البيديوهات بحاول أجب لك معلومة في الوقتي أي حد عايز يبدأ يقدم محتوى على أي منصة من المنصات أو عايز يبدأ يفيد الناس عايز يبدأ يعمل فيديوز تنصحوا بإيه؟ يعني دلوقتي جاي لك أهو بقولك دين التيب سنتريكس إيه النصايح اللي تقدر تقول هي المؤثرة أوكي أول حاجة يبدأ يتفرج على الناس اللي من نفس المجال بتاعه كده تلاقي ناس كتير بيعملوا حاجة زي الحضرتك مثلا عايز تعملها فتبدأ تتفرج عليهم كلهم كده وتشوف إيه اللي بي فيرال أو إيه اللي شغال وإيه اللي مشغال المنتشر يعني بعد كده تشوف مثلا أنا بحب أنا كعالي بقسمها ثلاث حاجات تعليمي ملهم إنترتي مسل فدي ثلاث قواعد لازم واحد فيهم يبقى موجود في الفيديو لو الثلاثة موجودين يبقى أحسن طبعا نفس الفيديو فيه محتوى تعليمي وترفيه وملهم هنيعمل حاجة تعليمية مثلا معلومة إزاي أتكلم دي حاجة مثلا أنت خبير في إزاي أتكلم قدام الكاميرا وعض أو إزاي نبرد صوتي مثلا الحاجات بتاعتكم بقى أمت اللي خبرة في الحاجات بيديو فعلا بدأ ينصحني بجد فتتكلم تدي معلومة بسيطة سريعة خفيفة للناس في نفس الوقت ممكن الموضوع أنا مثلا ابتديت ما كنتش بعرف أتكلم أو ما كنتش بعرف أعمل كذا وقدرت أوصل لكذا فده الجزء اللي هيلهم الناس أو هيشجع الناس إن هي تحب الموضوع ممكن الموضوع الترفيهي برضو يبقى ممكن برضو الموضوع الترفيهي يبقى في حتة يبقى فيه نكتة في النص حاجة بتدحك حاجة ظريفة كده ده كويس أوي بس أعتقد إن ده برضو بيعتمد على الجمهور أكيد أه بيعتمد على طبيعة الجمهور أنت بتخطبه أكيد آه بس هو الفيديوهات بتاعتك هتوصل للجمهور اللي أنت بتخطبها طيب ردود الأفعال أكيد فيه ردود الأفعال بتكون سلبية فيه ناس بتدخل تعلق تعليقات يعني سخيفة جداً قل لي قل عشان اعرف عمل لي معاهم بعدين بتتعمل معهم ازاي او بتبقى بتضيقك بتتجاهلها بتشوفها يمكن تحاسم من الفيديو اللي جاي هو يمقي يعني احنا كمجتمع عمتاً عربي بنحب ننقض قوي دي حاجة انا اكتشفتها مع لان انا تعملت مع مجتمعات كتيرة يعني التعامل انا بالنسبة لي طريقتي التجاهل فيه ناس بتحب تعمل بلوك اكيد في الاول ما كانتش تجاهل بالمناسبة صح اه الى حد كبير كانت بالنسبة لي تجاهل بس اه وصل للملايين بقى دلوقتي لا هي دايما تجاهل بس يمكن زمان كانت بتضيق اني اكتر ما هي بقت فرقة معيها دلوقتي حتى مرة عملت فيديو يعني كنت منزل صورة قلت الصورة دي انا مركبها قلولي يا جماعة لو انا مثلا ايه رأيوكو فيها او كده وناس طلعت قاعدت تطلع لغلطات قد كده والصورة اصلا ما كانتش متركبة يعني هي كالصورة حقيقية انت عملهم كمين ايوا فانا عملت الفيديو ده بغرض اللي هو يا جماعة عملت كده كده هتلاقي ناس جاية تنقذك وجاية تعمل تجاهل لكن كمل في طريقك وربنا وفقك طبعا بنشكرك شكرا جزيلا شرفتنا من ورطنا علي خالد من صناع المحتوى ومش اي محتوى المحتوى التعليمي كمان شكرا جزيلا لك لا رفعل